موسيقى سلام الله عليكم مشاهدين من هنا من العاصمة اللبنانية بيروت ميدان مشتعل من غزة إلى لبنان عداد القتل العسكريين الإسرائيليين لارتفاع في الجنوب والشمال وسط حديث وزارة الأمن الإسرائيلية عن إجلاء 900 مصاب من الجيش من بدء المعارك البرية في لبنان وبينما يؤكد إعلام تل أبيب أن حزب الله يواصل معركة الاستنزاف وأن هناك حاجة اليوم لإنهاء الحرب تعلن قيادة الحزب تعيين الشيخ نعيم قاسم أمينا عاما خلفا لسيد شهداء طريق القدس الشهيد السيد حسن نصر الله خطوة لها الكثير من الدلالات والرسائل التي سنقرأها ونناقشها في هذه الساعة من التغطية والتي سنعرج فيها أيضا على استهداف إسرائيلي استهداف إسرائيل لوكالة الأنوروة وعلى تطورات المشهد الميداني من غزة إلى جبهات إسنادها ولكن نستهل تغطيتنا بهذا التقرير الذي نتعرف فيه أكثر على الأمين العام الجديد لحزب الله أقول لكم المقاومة لن تهزم عالم دين كاتب ومثقف إداري مخضرم الشيخ نعيم قاسم أمينا عاما لحزب الله بقرار من مجلس الشورى ولد الشيخ نعيم قاسم في منطقة البسطة تحتى في بيروت عام 53 من القرن الماضي تتلمذ في العلوم الدينية على يد المرجع المرحوم آية الله السيد محمد حسين فضل الله حصل على شهادة بكالوريوس في الكيمياء من الجامعة اللبنانية كان الشيخ نعيم قاسم ناشطا في قضايا المقاومة منذ شبابه وهو من مؤسسي الاتحاد اللبناني للطلبة المسلمين في سبعينيات القرن الماضي إضافة إلى نشاطاته في حركة أمل خلال فترة قيادة الإمام موسى الصدر فضلا عن كونه من المؤسسين لحزب الله عام 82 تربوي وكاتب رأس الشيخ نعيم جمعية التربية الدينية بين عامي 1974 و 1988 وفي رصيده حتى هذا اليوم أكثر من 25 كتابا في مجالات الفقه والأخلاق والتربية والتعليم كما والتأريخ حيث كتب سيرة حزب الله في كتابه حزب الله المنهج التجربة المستقبل شغل الشيخ نعيم منصب نائب الأمين العام لحزب الله منذ عام 1991 وكان منصقا لشؤون الانتخابات البرلمانية الأولى التي خاضها الحزب عام 1992 إضافة إلى كثير من المهام الإدارية التي تسلمها الشيخ نعيم في حزب الله كان الشيخ يشغل المنصب غير الرسمي كناطق باسم الحزب عبر قيامه بعدد كبير من المقابلات والخطابات والتصريحات خلال شغله منصبه السابق هذه الأعمال رسخت دوره كناطق باسم الحزب ومعبر عن مواقفه فضلا عن ترسيخ علاقته بالناس وبالمجتمع اللبناني على نحو خاص نظرا إلى تنوله الأمور الداخلية ولخبرته فيها فضلا عن تأسيس وتوطيد عدد من الصلاة والعلاقات الخارجية التي كونها كواجهة للحزب وناطق باسمه جاهدنا صفارات الإنذار تدوي الآن على خط المواجهة بين إسرائيل والمقاومة في لبنان في عدة مناطق حنيتة عبدون شلومي وعدد من المناطق الأخرى على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة إذن صفارات الإنذار دوت في عدد من المناطق مثل يعرى شلومي متسوفا وحنيتة وهذه المناطق تعتبر مناطق حدودية مع لبنان أو بين لبنان وفلسطين المحتلة كما دوت صفارات الإنذار في كابري كذلك ومنطقة عبدون وهذه المناطق على الحدود نتحول إلى بعلبك شرق لبنان ومن هناك مراسل الميادين أحمد طه ليطلعنا كذلك على الوضع الميداني شرق لبنان بعد الغارات العنيفة التي تعرضت لها مدينة بعلبك تحية كمال في توصيف واضح يغفق جيش الاحتلال في الميدان بالمواجهة المباشرة مع المقاومة الإسلامية فيرتكب في موازات ذلك جملة مجازر مروعة هنا في البقاع ليل دامي مرة على البقاع استكمل حتى ساعات النهار اليوم بعد أن شنت المسيرات الإسرائيلية أكثر من غارة على بلدة تعلبايا لم تؤدي إلى وقوع إصابات وفق المعلومات الأولية قبل ذلك كنا أمام ليل متواصل من الغارات نحن نتحدث عن موجات متقطعة نفذت من خلالها المقاتلات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات مرة أولى وثانية وثالثة بعضها كان في نفس النقاط التي تستهدف وبذلك بمعناه أن عندما تسارع الناس لإنجاز أو لمساعدة في رفع الأنقاض وانتشال الجثامين ومساعدة الجرحة كانوا يستهدفون مرة أخرى لإثبات لتأكيد الإجرام الإسرائيلي هذا الإجرام طال عدة بلدات بقاعية أدى إلى مجازر بعضها أوقع عشرات الشهداء من بلدة واحدة نتحدث مثلا عن بوداية عشر شهداء العلاق ست عشر شهيد رام تسع شهداء وهي بلدات تقع في غربي قضاء بعلبك أيضا هذه الاعتداءات طالت بعلبك المدينة هنا في بعلبك شهدت هذه المدينة مجزر أدت إلى ارتقاء ست أشخاص ولها خصوصية هذا الاعتداء له خصوصية كمال لو سمحت لي أن نؤكد أن ما استهدف في بعلبك كان ثكنت غورو الجنرال الفرنسي الذي كان موجود هنا في لبنان إبنان الانتداب الفرنسي قبل نحو مئة عام وبالتالي هذه الثكنة تعتبر الآن هي من التراث اللبناني وهي أيضا من المعالم السياحية في بعلبك التي من المفترض أنها تحظى بحماية وبالتالي لجأ إليها أهل بعلبك وأيضا أعتبر نفسهم أهالي هذه المنطقة أنهم يستطيعون أن يستضيفوا فيها نازحين ما أدت إلى استشهاد ستة أشخاص أصابت على الكبير آخر فقط أريد أن أنوه إلى الأخبار العاجلة بعد أن دوت صفارات الإنذار في عدد من المستوطنات في الجليل الغربي سأعود إليك أحمد بعد قليل حزب الله في بيان قصفنا تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة حنيتة بصلية صاروخية إذن حزب الله في بيان صدر الآن يعلن عن قصف قوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة حنيتة بصلية صاروخية وكما ذكرت قبل قليل صفارات الإنذار دوت في أكثر من مكان على الحدود وفي أكثر من مستعمرة على الحدود سعود إلى أحمد طه مرة أخرى في الحديث عن الشهداء الذين سقطوا جراء هذه الغارات أحمد تحديدا كمالك تتحدث فقط عن مجزرة مروع شهدتها بلد الطرية وهي التي تتعرض منذ توصل أدوان لعشرات الغارات لعشرة المجازر لكن الصاروخ الذي استهدف منزلا كان فيه أربعة شبان بينهم ثلاثة إخوة ورابع من أقاربهم هذا الصاروخ أدى إلى تذويب جثامين الشهداء الأربعة نحن نتحدث عن مرور تقريبا 18 ساعة منذ حصول الغارة كانت عندما زرنا هذه البلدة مستمر أعمال البحث بالأيدي لماذا؟ لأن أتت الجرفات أتت الأليات بحثت عن الجثامين لم تجد سوى أسنان وأظافر وقطع لحم مشوية وعتذر من المشاهد لكن هذا التوصيف مهم كان والأهالي أهالي الشهداء الأربعة يرفضون تصديق عن جثامين أربعة شبان طول بعرض أن تختفي بشكل نهائي فكانوا يبحثون بأيديهم وبالتالي هو دليل آخر ومجددا توثيق للإجرام الإسرائيلي ليس فقط لناحية الاستهداف المباشر للمدنيين التحدث عن صاروخ أصاب بشكل مباشر أربعة شهداء بل أيضا يسأل وهنا السؤال الكبير حول نوعية هذه الصواريخ التي تؤدي إلى تذويب جثامين بشر بني أدمين كمال ذوبت أربعة جثامين ذهبت إذن كنا أمام ليلة دامية ليلة صعبة جدا مرت على البقاع قبل أن تعاود الاستهدافات الإسرائيلية قبل قليل استهداف بلدة تعلبية الوقعة في جنوب قضاء بعلبك كمال شكرا أحمد طاع مراسل الميادين كنت معنا مباشرة من بعلبك حيث ارتكبت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مزر هناك تحول إلى الضاحية الجنوبية لبيروت معي مباشرة مراسل الميادين حسين السيد حسين تبدو الطائرات الاستطلاع الإسرائيلية لا تغادر سماء الضاحية وسماء بيروت عموما كما نسمع ونتابع بالفعل كمال هذه الطائرات المسيرة الإسرائيلية لا تغادر الأجواء منذ ساعات نتحدث عن أكثر من طائرة مسيرة إسرائيلية تحلق في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت وفي أجواء العاصمة بيروت على علو منخفض يسمع صوتها في الأرجاء هذه الطائرات المسيرة الإسرائيلية عادة ما تحلق لساعات طويلة حتى لو لم يكن هناك اعتداءات إسرائيلية على الضحية الجنوبية كما شهدنا في الساعات الماضية حال من الترقب تسود منذ أكثر من ستين ساعة في الضحية الجنوبية لبيروت بعد آخر الاعتداءات الإسرائيلية التي حصلت منذ أكثر من ستين ساعة على مناطق متفرقة منها حارة حريك منها الحدث ومنها برج البراجيني كانت غارات عنيفة في آخر هذه الغارات الإسرائيلية التي استهدفت عددا من المناطق السكنية طبعا اليوم كنا في جولة على الضحية الجنوبية لبيروت رصدنا حجم الدمار الكبير الذي خلفته هذه الاعتداءات الإسرائيلية على مناطق متفرقة تحديدا في مناطق الجاموس وأيضا محيط أتستراد السيد هاري نصر الله وسط الضحية الجنوبية لبيروت عدد من المباني السكنية انهارت بالكامل جراء هذه الصواريخ الثقيلة التي تستخدم في هذه الاعتداءات الإسرائيلية ليس فقط المكان المستهدف يحدث فيه دمار بل أيضا في المحيط هذه المباني المتلاصقة ببعضها البحض في الضحية الجنوبية لبيروت تتضرر بشكل كبير جراء هذه الغارات الإسرائيلية في استكمال لسياسة التدمير الممنهجة التي يعتمدها الاحتلال في الضحية يقصف المباني أو يقصف أحد المباني ثم يقوم بقصف مباني مجاورة وبالتالي يخلق مزيدا من الدمار ويوسع دائرة الدمار في الضحية الجنوبية لبيروت في محاولة طبعا لخلق ضغط على المقاومة من خلال إيذاء هؤلاء الناس ومصالح هؤلاء الناس في الضحية الجنوبية من خلال استهداف هذه المباني السكنية المحال التجارية المستودعات التجارية التي يتم استهدافها بشكل مباشر من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي ولكن حقيقة كمال كما سيعرض في تقرير لاحق رصدنا أيضا آراء الناس أصحاب هذه المنازل المدمرة في الضحية الجنوبية لبيروت يؤكدون أنهم اليوم أكثر إصرارا على التمسك بالمقاومة من قبل من خلال معرفتهم بأن ما يتم قصفه هو فقط منازل مدنية ومحلات تجارية لإيذائهم ولمحاولة تقليبهم على المقاومة بالتالي هناك حالة وعي لهذا المشروع الإسرائيلي واليوم هذا الهدف ينقلب على الاحتلال من خلال تمسك الناس بالمقاومة أكثر من أي وقت مضى بحسب ما رصدنا من أراء الناس على الأرض في الضحية الجنوبية لبيروت إذن هذه الاعتداءات الإسرائيلية المكثفة كانت قد مرة كما قلنا أكثر من ستين ساعة حتى الآن حال من الترقب تسود على الضحية الجنوبية لبيروت سبقها أيام من الاعتداءات الإسرائيلية العنيفة وحاليا حال من الترقب مع تحليق مستمر للطيران المسير في أجواء الضحية وفي أجواء العاصمة بيروت لك حسين السيد مراسل ميادين كنت معنا مباشرة من الضحية الجنوبية لبيروت سنكون معك ومع أحمد في كل جديد ما يتعلق بيروت وكذلك بعلبك شرق لبنان والمعارك المحتدمة والكبيرة والصعبة في جنوب لبنان أريد أن ننوه لما تقول القناة 12 العبرية في هذه الأثناء قناة 12 العبرية تقول يستطيع حزب الله الاستمرار في إطلاق النار حتى من خلف الليطاني منصة إعلامية إسرائيلية كما هو واضح في الأخبار العاجلة حزب الله هدد ونفذ نيران أكثر ومصابون أكثر وأضرار أكثر قبل قليل كانت إسرائيل هايوم أيضا تنقل عن وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسيل سموتريتش بأنه يقول أن الحرب في الشمال ستنتهي قبل نهاية العام قبل نهاية هذا العام حسب ما تقول أو حسب ما قال هو لصحيفة إسرائيل هايوم سأستقبل الآن مشاهدينا وأرحب مباشرة بضيفي الكاتب والمحلل السياسي أستاذ محمد جردات وكذلك بالدكتور عباس خاميار الكاتب والمحلل السياسي أيضا من العاصمة الإيرانية طهران وهذا أيضا قناة كان الآن تنقل عن سموتريتش ربما هو قال لصحيفة إسرائيل هايوم لكن أيضا هذه قناة كان الإسرائيلية تقول أن سموتريتش يقول تقديراتنا أن الحرب على جبهة الشمال ستنتهي حتى نهاية العام سأبدأ بهذا أستاذ محمد جردات رأيك تحياتي لك عزيزي وللضيف من إيران وللمتابعين هذا سموتريتش الذي شهد بالأمس وهو يدخل في بكاء وعويل غريب من صنفه وهو يتحدث عن القتلى في الجيش الإسرائيلي وتكدس القتلى كما قال من جنازة إلى جنازة وهو يحاول أن يستثمر ذلك ويقول أن حصة الصهيونية الدينية هي الأكبر بين الطيف السياسي الإسرائيلي اليوم يتحدث عن أن الحرب ربما أو أنها ستنتهي قبل نهاية هذا العام على لبنان سموتريتش من خلال هذا الأمر هل هو يمارس حالة من الخداع السياسي في الوقت الذي حاولها ليفي منذ أيام أن يلمح أن الجيش الإسرائيلي حقق إنجازا كبيرا في الجبهة مع لبنان وبالتالي يمكن لهذه الحرب أن تتوقف على هذا الصعيد وأيضا هناك أكثر من مستوى خاصة أن الكيان الإسرائيلي منذ يومين إلى ثلاثة هناك تسليط إعلامي كبير جدا الطرى السياسيون في الكيان الإسرائيلي للدخول في هذه الموجة الإعلامية لإحتوائها وهي تتحدث عن تضخم حجم القتلى والإصابات بحيث أن هناك عملية فتح مقابر جديدة بشكل مهول عندما يتحدثون الآن ويعترفون بتسعمائة إصابة في الجيش لوحده في الجبهة الشمالية نتحدث منذ بداية العملية البارية في داخل أو في منطقة الحافة قرى الحافة اللبنانية تسعمائة إصابة في الجيش إذن نحن أمام معطى يبدو أن سموترج هذا المتطرف الذي له تجارب تتعلق بالجيش له تجارب تتعلق بالكتال إذ يتنطع يتجاوز زميله بن كفير في صبيانيته ليتحدث بشكل واقعي على غير عادته هو بالعادة يتحدث بطريقة هستيرية يريد أن يفتح مستوطنات في غزة يريد أن يكتلع الضفة الغربية وأن ينهي السلطة يريد أن يقيم معازل حول المستوطنات ويسيطر ويزود المستوطنات في الضفة بصواريخ مضادة للدروع وبجبات همر هو اليوم مع الجبهة اللبنانية على غير العادة يقول أنها ستنتهي قبل نهاية هذا العام نحن أمام معطى ربما أن المعطى الميداني الذي يتجلى في هذه المناطق على مدى كيلو متر واحد الجيش الإسرائيلي يقاتل في كرة الحافة الصغيرة هذه من رأس الناقورة حتى مرون رأسه أحدث عن الإعداسي محاولة تحديث أحداث اختراق بالأمس هل هذا الاختراق فشل ماذا يجري في هذه المناطق هنا يجب أن ننظر لتصريحات التموتسيش ضمن تطورات الميدان في تلك المنطقة خاصة عندما نتحدث عن احتمالية الخداع السياسي محاولة خداع السياسي يعني أيضا هنا أستاذ محمد دخلت إسرائيل في أزمة أو دعني أقول عادة أزمات مرة أخرى لإسرائيل موضوع يعني التهرب من التجنيد عند الحريديم ليس موضوعا بسيطا يعني حتى سموتريتش يوم أمس هددهم لكن اليوم يبدو الكل يعني يرضخ لهذه المسألة على اعتبارات انتخابية ومن أجل حفاظ على الاتلاف لأنه يعني وأيضا يعني تمرير قانون عدم استدعاءهم في هذه الدورة بينما آخرين الآن يقتلون في الحرب كما يقول الإسرائيليون كمان سيحدث مشكلة سنناقش ذلك معك يستاذ محمد بعد قليل لكن دكتور عباس خميار مساء الخير وعلى وقع ما كانت تقوله أكسيوس قبل قليل وما يقوله سموتريتش أكسيوس في أخبارنا العاجلة الآن كان يعني في نفس المنحة أنه سيجتمع مع وزرائه وسيبحثون إنهاء الحرب في الشمال يعني مع لبنان لكن أيضا حسب الإعلام العبري نتنياهو يعقد مشاورات أمنية مساء اليوم لبحث الملف الإيراني وصفقة التبادل سنتحدث عن الأمرين معا لكن اسمح لي نبدأ بالإيراني منه باعتبار أنك دكتور يعني خبير في هذا الشأن ما الذي سيبحثه الإسرائيليون برأيك فيما يخص إيران نعم بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك أخي كمال ولي ضيفك ولكل المشاهدين أينما وجدوا الحقيقة أنا أتصور بأن الكيان قد ربما عرف جيدا بأن الرد الإيراني آت ولو لم يحدد الوقت ولن يحدد الهدف ولن تحدد كثير من معطيات هذا الرد ولكن هناك إجماع يبدو عرفه وفهمه الجانب الإسرائيلي بأن هناك إجماع في إيران على أن ضرورة الرد على الضربة البحدودة الإسرائيلية بالرغم من فشلها بشكل عام لكن استهداف الأمن القومي الإيراني واستهداف السيادة الإيرانية هذا بحد ذاته هو يستحق الرد وهذا ما أكدت عليه كل الجهات السياسية والحكومية سواء الرسمية أو الأمنية والعسكرية يعني عندما يجتمع في اجتماع مولق مجلس الشورى الإسلامي عندما يؤكد عدة مرات الرئيس فزيشكيان وعندما يعني يلتقي وزير الخارجية بالسفراء والسلك الدبلوماسي الأجنبي وعندما تتحدث بيانات الجيش والحرس الجميع يؤكدون على بأن الرد آتي وهذا حق قانوني لإيران أنا أتصور يعني التمييد السياسي كان جيدا التمييد الدبلوماسي للدبلوماسية الإيرانية وخاصة من اجتماع مجلس الأمن الدولي ليلة أمس عندما سمعنا إلى هذا التنديد أخي كمال لقطة ربما لن تحدث على مدى السنوات الماضية هذا الإجماع الذي شاهدناه في الدول العربية تشبه إجماع والدول الإسلامية على التنديد بالاعتداء والعدوان الإسرائيلي على إيران هذا ربما يحدث من قبل وهذه نقطة مهمة صحيح دكتور عباس الآن منذوبة الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن تقول أن لديها تحفظ وقلق من القانون الذي أصدره الكنيسة بحق الأنور وطبعا منذوبة الولايات المتحدة تتحدث في مجلس الأمن هذه التصريحات لها وقالت أنه ليس هناك بديل عن الأنور وموقف الولايات المتحدة مشاهدين بهذا الصدد ينضم لمواقف كل دول العالم تقريبا كل دول العالم حتى المنظومة الغربية الراعية لإسرائيل المدافع عنها رفضت موضوع الأنور وفي موضوع الأنور وإسرائيل في مكان وكل دول العالم في مكان دكتور عباس خاميار أعود إليك اليوم كنا أمام تطور مهم جدا على صعيد المقاومة في لبنان انتخب حزب الله واختار مجلس الشورى في حزب الله نائب الأمين العام سماحت الشيخ نعيم قاسم أمينا عاما للحزب ما هي برأيك دلالات ذلك وكيف برأيك أيضا تنظر طهران لهذا الاختيار في لبنان الحقيقة من خلال هذا الاختيار أثبت حزب الله بأنه حصل أو وصل إلى مبادرة مهمة وفي النهاية أعاد صياغة التنظيم الذي ربما لبعض الوقت كان قد يتصور العدو وتتصور كثير من الجهات السياسية بأنها تعيش أجواء نهاية حزب الله وهذه تذكرنا بعد الأجواء التي سادت أيام ستة يعني الحرب تموز كانت هذه الجهات تبني وتصيغ خارطة الطريق أو ترسم خارطة الطريق على أساس انتهاء ونهاية حزب الله وهذا نفس الأجواء يبدو فقدنا الصوت والصورة دكتور عباس خاميار سأعود إليك بعد قليل سيد محمد أيضا في موضوع سيد محمد جردات في موضوع أيضا يعني الآن أصبح هناك أمين عام جديد بعد استشهاد سيد شهداء طريق القدس سماحت سيد حسن نصر الله وهذا بالطبع سيكون له تأثيرات في المقاومة أولا في المسار السياسي ثانيا يعني نحن أصبح هناك الآن عنوان سياسي لحزب الله في لحظة بدأ الحديث كما كنا نتابع بالأخبار العاجلة عن بدء المسار السياسي لتحديد كيف ستنتهي هذه الحرب هذا العنوان السياسي العنوان التنظيمي بالأساس أن هناك منذ الغياب ورحيل المؤلم لسماحة السيد حسن نصلى وهذا الفراغ العظيم الذي تركه أن يأتي حزب الله بهذه السرعة لتعيين الشيخ نعيم قاسم وهو نائب الأمين العام بالأساس نعم صحيح لكن هذا الشيخ الذي استطاع من خلال كل ما يميزه إضافة لطبيعته ومنصبه بالأساس كنائب للأمين العام هذا المنصب نائب الأمين العام اليوم يملأ هذا الفراغ بشكل كامل وهو ملأه بشكل فعلي منذ أسابيع وهي أسابيع ربما تكون الأكسى في تاريخ حزب الله منذ عقدين من الزمن على الأقل منذ عام 2006 حتى الآن نحن أمام معطى له علاقة بالسياسة نعم صحيح لكن له علاقة بالميدان من حيث الشكل المباشر وقد رأينا الشيخ نعيم قاسم في إطلالاته التي خرج فيها لوسائل الإعلام في الأسابيع الماضية عينه على الميدان هي وصية الأمين العام سماحة السيد حسن نصر الله دعوا عيونكم فقط باتجاه الميدان المعطى السياسي الآن ربما من المبكر الحديث عن أثر سياسي لهذه المواجهة الكبيرة في الجنوب اللبناني باعتبار أن هوكشتاين والأمريكي والفرنسي والإسرائيلي ما زالوا يحلمون ضمن خيال واسع يمكن من خلاله فرض لصاية على لبنان ويمكن من خلاله للإسرائيلي أن يتدخل في نزع سلاح حزب الله وغير ذلك من الأحلام الوردية التي تداعب نتنياهو وغالنت غالنت اليوم خرجا ليتوعد سماحة الشيخ نعيم قاسم ليتوعده بالاغتيال نحن منذ محاولة اغتيال نتنياهو ووصول المسيئة اللبنانية إلى شرفة غرفة نوع نتنياهو ينبغي على الإسرائيلي أن يتواضع قليلا ينبغي عليه أن يفكر أن الأمور ليست كما السابق المعاكة تدحاجت وأصبح الكل عرض للإغتيال ليس فقط في الساحة اللبنانية وإنما في كل الساحات الشيخ نعيم قاسم عندما قرأنا اليوم راجعنا تاريخه وسجله وجدت بالصدفة أن كتابه عن حزب الله عن المنهج والتجربة والمستقبل أنه في مكتبة الشخصية منذ عشرين عاما وأنني قرأته عند صدوره في ذلك الوقت والذي لفت نظري في هذا المثقف أن أنا أمام شخصية مثقف ليس فقط سياسي ليس فقط إداري تنظيمي وإنما يحمل من الثقافة قص عندما أخذ شهادة الكيمياء باللغة الفرنسية اللغة الفرنسية يأخذ شهادة الكيمياء وكأنه يقول لنا أن جابر بن حيان مؤسس علم الكيمياء ذلك السياسي والعالم الذي طويد في زمنه وعبر عن شهادته في ذلك الزمان نجده اليوم في شخص نعيم قاسم وكأنه ينسم معالم المستقبل لأن تجربة حزب الله تتمثل في شخصه هو مؤسسي حزب الله وبالتالي نعم هو مؤهل لوضع معالم مستقبل صحيح أستاذ محمد لهذا الحزب أستاذ محمد كنا قبل قليل نتحدث عن الموقف الأمريكي من الأونورو ومن دوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن قالت لا لا نوافق على موضوع الأونورو والأونورو ليس لها بديل ولدينا قلق من هذه المسألة دول كثيرة أوروبية طبعا منها أصدرت بيانات حول موضوع الأونورو وسأعرض هذا التقرير مشاهدين الذي يتحدث عن هذه المسائل وكيف أن إسرائيل تضرب بعرض الحائط الأمم المتحدة ومتفرعاتها الحقوقية والإنسانية بعد التقرير سيكون معنا الأستاذ عدنان أبو حسنة المستشار الإعلامي لأونورو ويطل معنا من القائر نتابع التقرير ثم نستقبل الأستاذ عدنان فيما تتفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة وعلى مرأة ومسمع كل العالم أقر الكنيسة قانونا يحضر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونورو ما يهدد بأثار سلبية على عمليات الوكالة في القطاع المحاصر وتعد الأونورو من بين أكبر الجهات التي تقدم خدمات تعليمية وصحية وإنسانية إلى ملايين الفلسطينيين في غزة والضفة والشتات ولا سيما في الأردن ولبنان وسوريا مسلسل طويل من تدهور العلاقات بين الكياني والمؤسسات الأممية الإنسانية إذ ذأبت الحكومة الإسرائيلية في انتهاك القانون الدولي الإنساني في غزة على نحو فاضح وعلى الرغم من القرارات العديدة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية والجمعية العامة التي تدعو الاحتلال إلى وقف الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات ردت إسرائيل بمنع مقرر الأمم المتحدة من دخول الأراضي المحتلة ولا سيما الأمين العام أطونيو جوتييرش باعتباره شخصية غير مرغوب فيها لانتقاده الأعمال العدائية الإسرائيلية ومن على منبري الأمم المتحدة وصف نتنياهو المنظمة الأممية بمستنقع من المرارة المعادية للسامية ومجلس حقوق الإنسان بمجلس حقوق الإرهابيين كما تجرأ السفير الإسرائيلي لدى المنظمة داني دانون على تمزيق ميثاق الأمم المتحدة أعلنا وتاريخ إسرائيل مع حظر المنظمات الأممية في فلسطين طويل فقبل عامين أغلق الاحتلال تعسفيا سبع منظمات هي مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان ومؤسسة الحق ومركز بيسان للبحوث والإنماء والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال فلسطين ولجان العمل الصحي واتحاد لجان العمل الزراعي واتحاد لجان المرأة الفلسطينية ممثل الأمم المتحدة وموظفوها باتوا هدفا للهجمات الإسرائيلية العسكرية والديبلوماسية ومن دون أدنى رادع أو حتى احترام لمكانتها ودورها في حفظ السلام العالمي وكانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قد أشارت إلى أن أقصر الطرق بالنسبة إلى إسرائيل حين تعتبر الأمم المتحدة ومنظماتها كينات إرهابية هو إعلان انسحابها من هذه المنظمات وبهذا تكون قد وفرت على العالم عناء البحث عن خيارات جديدة ستقود إلى طردها أحمد محي الدين الميادين أستاذ عدنان أبو حسنة حياك الله تابعنا هذا التقرير وتقارير غيره واضح أنه في احتقار للمنظومة الدولية في احتقار المؤسسات الدولية في تجاوز على كل شيء يعني مستشفيات تضرب مدارس تضرب يحصل مجازر في مراكز إيواء حتى موظفوها الأمم المتحدة سواء كانوا في الأنور أو المنظمات الأخرى استشهدوا وأصيبوا الصحافة كذلك دفع الثمن باهض في حرب غزة وفي حرب لبنان يعني لا التزام في أي شيء الآن جئنا على موضوع الأنور وموضوع حساس للغاية على اعتبار أن الأنور وتمثل رمز اللجوء الفلسطيني منذ العام 48 في حرب غزة تحديدا أصبحت هي العمود الفقري للمساعدات الإنسانية في ظل الإبادة الجماعية والكارثة الإنسانية التي تحصل هناك قرار الكنيسة أستاذ عدنان خلفياته وتداعياته يعني هناك تاريخ طويل مرير من العلاقات بين الأنوروى وإسرائيل ولكن كانت الأمور تسير في السابق على أساس أن هناك ما يشبه المصلحة المتبادلة أن الأنوروى ضرورية على سبيل المثال في قطاع غزة بدون الأنوروى ستتفجر الأوضاع في غزة كنا نسمع ذلك كثيرا منهم وكان هناك نوع من التجاوب دائما لا تريد إسرائيل أن تظهر بمظهر التوحش أمام قرارات الشرعية الدولية والمجتمع الدولي باعتبار أن الأنوروى هي ممثل لهذا المجتمع والإرادة الدولية والجمعية العامة للأمم المتحدة لأن الذي حدث تاريخيا أن الأمم المتحدة أنشأت دولة إسرائيل وأعطت الفلسطينيين الأنوروى هذا الذي حدث في عام 1948 وفي عام 1949 يعني القرارات المتعلقة باللجوء الفلسطيني 194 حق العودة والتعويض وما إلى ذلك كانت في سنة 1948 والأنوروى أنشأت في عام 1949 لذلك هناك وهم وهناك خلق بأنه حتى لو تم تصفية الأنوروى كما يريدون ويتمنون هل هذا سيعمل أيضا على إنهاء هذه القرارات وتصفيتها وإلغائها؟ إطلاقا لا لذلك رب دائما بين الخدمات صحيح أن الأنوروى رمزية أحد اللاجئين قال لي الأنوروى هي عاصمة اللاجئين هناك رمزية هناك هذه المنظمة تجمع ما يسمى بالذاكرة الجمعية للفلسطينيين أو للاجئين الفلسطينيين ولكن كل هذه المحاولات لإنهاء هدمات الأنوروى هذه المحاولات من عشرات السنوات لم تتوقف ولكن هذه المرة أخذت أبعادا أخطر للأسف الشديد يعني هنا مع افتتاح دورة الكنيسة سالة عدنان الكنيسة بدأ يشرع تجد قوانين ما أنزل الله وبها من سلطان قبل قليل كانت الأخبار تقول شرع في تشريع الكنيسة صدر الآن قبل قليل يقول أنه ممنوع لن نسمح ببعثات أو قنصليات في القدس فقط سفارات يعني ممنوع يكون عندك سفارة في تل أبيب وتفتح قنصليات أو بعثة في القدس لا يجب أن تنقل السفارة إلى القدس أما البعثات وغيرها مش موجودة هذا أحد القوانين طبعا اللي تشرع وفي الكنيسة كل شيء تقويض القضاء القوانين التي تخص فلسطينيين 48 ترحيل أهالي أو الفلسطينيين من داخل الخط الأخضر إذا كان أحد أقاربهم لديه شبهة إرهاب أو غيرها كما يوست يعني كل شيء مباح الآن في كنيسة يتزعمه المتطرفون المجرمون لكن أستاذ عدنان هنا موضوع الرفض الدولي يعني مهم للغاية يعني فيه واضح ممانعة دولية حتى من الدول الغربية المتحالفة مع إسرائيل حتى من أمريكا نفسها كما استمعنا من مندوبة أمريكا قبل قليل قيمة ذلك ما هو نعم هذا شيء مهم جدا بصراحة هناك إجماع دولي حتى من الإدارة الأمريكية على أن ما يحدث ضد الأنر وهو الخطير لماذا؟ يعني هذا العالم أنتج بعد الحرب العالمية الثانية النظام المتعدد الأطراف وكان تمثيله هي الأمم المتحدة الآن منظمة عضو في الأمم المتحدة أنشأت بقرار من الأمم المتحدة ومنظمة أمامية لم يحدث في تاريخ الأمم المتحدة أو في تاريخ هذا النظام المتعدد أن دولة عضو في الأمم المتحدة تخطط أو تقرر لإلغاء منظمة أمامية هي الأكبر بالمناسبة 33 ألف موظف فلسطيني مئات الموظفين الدوليين أكثر من 650 ألف طالب في مدارسها 6 ملايين لاجئ يستفيدون من خدماتها هذا لم يحدث هذا أصبح تهديدا لهذا النظام المتعدد للأطراف هناك خوف لدى المجتمع الدولي كما حدث في المحكمة الجنائية الدولية هناك يدافعون عنها فرنسا ألمانيا لماذا؟ لأن هناك خوف من انهيار هذه المنظومة الأممية في ظل هذا التعسك بالقانون الدولي الإنساني، اتفاقي جينير الرابعة، كل القيم بقوانين الأمم المتحدة، هل بإمكان أي دولة تسن تشريعا خاصا بها دولة معينة مثلا وتقوم بإلغاء منظمة أممية هذا هو الخوف لدى المجتمع الدولي، لذلك هذا التوحد أو الاتحاد الدولي سيترجم خلال الأيام القادمة، كما قال السيد جوتيريس الأمم العامة لأمم المتحدة بأنه سيتوجه إلى جمعية العامة لأمم المتحدة ويقول لجمعية العامة لأمم المتحدة هذا هو التفويض الذي منحتموه للأونروا الأونروا لن تستطيع القيام أو تطبيقات هذا التفويض كما منحتموه إياها بسبب هذه الإجراءات وعليكم اتشاد موقف يجب أن يكون هناك موقف ليس فقط لحماية الأونروا ولكن لحماية هذه المنظومة الأممية التي تنهار للأسف الشديد نعم أستاذ عدنان أبو حسنى المستشار الإعلامي للأونروا من القاهرة أشكرك جزيلا الشكر على هذه المشاركة معنا سأعود إلى ضيوفي مرة أخرى وإلى جنين أستاذ محمد جردات لابد أن نطل كذلك على المفاوضات على مفاوضات صفقة التبادل هل ترى هذا المسار جدي خاصة أن تصريحات نتنياهو أو تسريبات ليست تصريحات تسجيلات الصوتية وهو يتحدث إلى عضاء حزبه إلى جماعته يقول لهم حماس تريد وقف الحرب أنا لا أريد أريد أن أستمر نعم هذا هو لسان حال نتنياهو هذه التسريبات هي لسان حاله الحقيقي ما يجري من المفاوضات هو بالتأكيد مشروع أمريكي على ضفاف ضمن مسار تهدئة مقصودة لأجل الانتخابات الأمريكية ليس إلا ليس هناك أي أفق ليس هناك أدنى أفق لنجاح هذه المفاوضات لا يوجد أي معطى بالأساس حتى المقاومة الفلسطينية يبدو ضمن هذا الوضع مغيبة يريدون تغيبها وكأنهم يريدون أن يمارسوا حالة من البربغاندا الإعلامية من المقصود منها؟ هل المقصود منها الطيف الإسلامي العربي في أمريكا؟ للناخب هناك لاستدراجه باتجاه الحزب الديمقراطي مثلا؟ هل المقصود من هذه القضية تمرير أمر ما على دول التطبيع في قطر مصر الأردن؟ هل هناك لعبة تتعلق بذلك؟ أما أن المقاومة يتم خدعها هذا أصبح خلف الظهور المقاومة لها محددات وهي ثابتة على هذه المحددات منذ 13 شهرا وبالتأكيد الإسرائيلي لن يفلح من سحسيحها فاصة أن الميدان في غزة الكيان الإسرائيلي يواجه ليس فقط عناد ليس فقط استخصاء وإنما انسداد أفق كامل لا يمكن لنتنياهو أن يحقق أي هدف من أهداف الحرب في غزة أيضا في موضوع نعم في موضوع مرتبط بالمفاوضات كذلك دكتور عباس خميار القيادة في إيران قالت بأنها سترد على انتهاك السيادة الإيرانية ولكن هذا الرد سيكون حسب ما فهمنا سيؤثر إقليميا وفق الظرف الإقليمي والدولي ما هو الترجمة لهذا الكلام فعليا هل يمكن تفسيره على النحو أن إيران تربط بين ردها وبين تطورات الانهاء الحرب سواء كان في غزة أو في لبنان نعم سؤال مهم أتصور للغاية يعني أولا الأولوية لإيران دائما ومنذ البداية كان هو الحقيقة وقف إطلاق النار على هذه هذا على الشعب الفلسطيني وعلى الشعب اللبناني بسبب هذه الجرائم التي ترتكب بحقه وهذه الإبادة الجماعية وهذا مطلب أساسي لكن يجب أن نعرف وأن لا ننسى بأن النوع كان من الخداع القنيبي نسبيا والخداع الأمريكي والأوروبي عندما ضغطوا على إيران للحقول دون الرد على اغتيال واستشهاد الشيخ اسماعيل هنية قبل الوعد الصادق رقم اثنين وإيران صبرت مدة طويلة وبعد ذلك عرفت بأن هذه المباحثات وهذه الزيارات التي تقوم بها بعض الدول الأوروبية وتضغط على إيران وعلى المقاومة هذا كله كان في إطار الخداع ولذلك ردت إيران بقوة وشاهدنا جميعا مدى أجواء وهذه ومدى نتائج هذا الرد القاطع الدقيق والسريع والمؤثر الآن إذا كانت هذه الترجمة تراد أن تعاد بهذه الطريقة فتصور الإيرانيين قد أخذوا الدرس الماضي ولكن لن ينخدعوا بهذه الطريقة ولكن هذا لا يعني بأن الإيرانيين لن يمهدوا لهذا الرد من خلال الطرق الدبلوماسية من خلال المباحثات مع الدول الإقليمية وكما قلت في السؤال السابق هذا الإجماع كان مهما إجماع التنديد العربي والإسلامي ضد الكيان الصهيوني كان مهم اجتماع ليلة أمس المجلس الأمني الدولي كان مهم للغاية وكان بطلب إيراني وكثير من هذه الأمورية تمهد لعملية عسكرية ولرد مهم للغاية أنا تصور ربما هذا يأخذ بعض الوقت أو يصب في الحرب النفسية التي في النهاية من حقها إيران أن تستغلها وأن تستفيد من هذه الفرصة ولكن الرد يأتي لا محالة الاجتماع الإسرائيلي اليوم بشأن إيران أنا تصور يأتي في هذا السياق وهم يعرفون جيدا أو يستنتجون بأن هناك رد إيراني سيبدأ وقتا ما بالنهاية هناك عقلنا في اتخاذ القرار كما أشار الإمام الخامنين لن تكون هناك لن يكون هناك عجلة في أو استعجال إن صح التعبير في هذا الرد ولن يكون إهمال لهذا الرد هناك دراسة دقيقة هناك تناغم بين السياسيين أصحاب القرار وبين العسكريين أصحاب التنفيذ وفي نفس الوقت أنا تصور هكذا أمور تتخذ على أعلى المستويات وخاصة في المجلس الأمن القومي الإيراني هنا أيضا أستاذ محمد جردات في جملة ونحن نتحدث عن المفاوضات والإسرائيليون يتحدثون عن استعادة الأسرة في جملة اليوم وردت مهمة للغاية يعني ربما أهم ما قيل في موضوع الأسرة في موضوع الأسرة نقلته صحيفة يدعوت أحرانوتا اليوم عن عائلات الأسرة قالوا بالحرف الواحد الحكومة خرقت العهد مع مواطنيها في تعاملها مع قضية الأسرة في غزة يعني هذه جملة لها دلالة كبيرة وتمس قاعدة أساسية من قواعد إنشاء الدولة في إسرائيل عندما أنشى بن جوريون الدولة كان أحد أركان هذه الدولة هو موضوع الأسرة وموضوع العهد بين الحكومة وبين المواطنين الإسرائيليين بين قوسين اليوم يقولون لنتنياهو أنت ضربت هذا العهد بين أهالي الأسرة في موضوع الأسرة بين المواطنين وبين الحكومة ما هي أهمية هذا الكلام خطورته وهل هو الشيء الوحيد الذي مسه نتنياهو في ما يعتبر الثوابت الإسرائيلية هذا المكون الإسرائيلي الذي جاء وتبلور من خلال عدة صياغات أحدها قضية أن اليهودي له حياة خاصة له شخصية خاصة أن الأسير الإسرائيلي الدولة كلها تضحي من أجل الأسير الإسرائيلي هكذا كان ليس فقط بالمناسبة بينغوريو المؤسس الدولة حتى جاء بوتينسكي الذي يعتبر المؤدلج لنظريات نتنياهو السياسية والفكرية حتى جاء بوتينسكي في رؤيته للجدار الحديدي يتناول قضية الأسرى ويعتبرها ضمن محددات النظرية التي يتم من خلالها إقامة الدولة والوجود في هذه البلاد ضمن نظرية الاستطان والهجرى إذن نتنياهو استطاع نجح بالفعل في الدوس على قضية الأسرى وجعلها قضية خلافية أولا ثم الآن ماذا جعلها جعلها خلف الظهور لذلك تعبير أهالي الأسرى الإسرائيليين تعبير دقيل عندما يقول أننا أمام خيانة وأمام تغيير معلم من معالم الكيان الإسرائيلي الذي تأسس وفقه وظلت الدولة بكل مؤسساتها تعتبعها قضية مقدسة بالملاسبة هي أيضا قضية دينية ليس فقط عند الحايدين يفترض أن تكون أيضا عند التيار الصهيونية الدينية لأن هذا في العقل التلمودي الإسرائيلي أن مسألة الأسير حتى لو كان الإسرائيلي يريد أن يقاتل أخاه اليهودي بين قوسين لكن إذا أخاه اليهودي وقع أسيرا فيجب أن يفتديه هذا المكون الذي نجح نتنياهو بالقضاء عليه قضاء المبرمن يعتبر بشارة خير على المستوى الاستراتيجي في الصراع مع هذا البيان أن هذه الدولة ليس فقط تتجدد وإنما تتغير وتفقد مكوناتها الأساسية نعم عبرت عنها بشكل دقيق وفهم دقيق أشكرك جزير الشكر سيد محمد جاردات الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا مباشرة من جنين فلسطين محتلة وكل الشكر دكتور عباس خميار الكاتب والمحلل السياسي من العاصمة الإيرانية طهران حياك الله دكتور عباس وهذه الساعة من التغطية مشاهدين انتهت لكن تغطية الميادين مستمرة على رأس الساعة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر